الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وبعد الحضور المبارك والجمع الكريم أحيي نفسي وإياكم بتحية أهل الجنة في الجنة وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا سبحانه وتعالى يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه الآيات المباركات أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ويا جماعة المتأمن في هذه الآية يجد أن الله عز وجل كرر كلمة الأمن مرتين قال فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون جابها مرتين هذا إن دل إنما يدل على أهمية الأمن أجماعة كلمة الأمن هذه كلمة محبوبة لدى أي إنسان أي زول كلمة أمن هذه محبوبة لديه لذلك ويتحقق ذلك عند معرفتك لكلمة أمن أمن معنا في شنو؟ الأمن معنا في شنو؟ السلامة الطمأنينة الاستقرار الهدوء راحت البال أي واحد فينا دار يكون بال مرتاح أي واحد فينا دار يكون آمن أي واحد فينا دار يكون مستقير أي واحد فينا دار يكون هادي كلمة الأمن هذه كلمة محبوبة لدى المسلم والكافر والصغير والكبير والرجال والنساء لذلك يا جماعة نجد من أهمية هذه الكلمة ولما لها من معنى يعني مثلا تسمع بمجلس الأمن الدولي مجلس الأمن مثلا بسط الأمن الشامل مثلا الأمن جهاز الأمن مثلا المهم كلمة أمن هذه لأهميتها تجد أنها يستخدمونها في كثير من الأمن الأمور لأنها كلمة محبوبة ما في ذلك يا جماعة ما يريد أن يكون آمن ويكون مستقر عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى وجه هذا السؤال قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون عشان كذا جماعة لو لاحظتوا ربنا سبحانه وتعالى عندما تكلم عن قريش وبما منع الله عز وجل عليهم قال لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت منه؟ قال الذي أطعمهم من جوع واشنو وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف يعني كذا جماعة الخوف الأمن ضد الأمن ضد الخوف الخوف ضد الأمن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لذلك إت لو بقيت آمن بس وجعان ما في فايدة في أمن وفي جوع ما في فايدة يعني السعادة ما بتكون مكتملة ولو كنت شبعان ومآمن برضو ما في فايدة لابد للتنين تكون آمن تكون آمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يعني تخيل أنت نايم في البيت لا في حرامجة لبليك موقف العربية برا ما في أي زول جايد عرض عليه أولادك آمنين أولادك مستقرين إت شغلك مستقر آمن طالع من بيتك لحد ما مشيت الشغل وجاي رادع آمن ومستقر ما تعرضت لأي شيء كذا عينوا لأخوانكم مثلا في سوريا عينوا مثلا في العراق عينوا مثلا في اليمن عين الناس ينوم ويقوموا على ضربات على ضربات الطيران عين في بلدك دي هنا إن في دارفور ولا إن في النين الأزرق ولا في جنوب كردفان ولا غير جوا في العاصمة هنا في ناس ما لقين أمن لذلك يا جماعة الأمن هذا من الأشياء المحبوبة لديه أي زول عشان كذا ربنا قال فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون أتى الجواب من عند الله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون خط تحت هذه الآية الآية الثانية قال الذين آمنوا وعندما تسمع كلمة آمنوا أو الإيمان بالله أو كذا الإيمان بالله يا جماعة يتضمن الإيمان بوجود الله الإيمان بإنه الله فيه وهذا أقر به كل البشرية إلا شرز من قليلة شرز من قليلة من الدهريين والشيوعين الملحدين الناس البنكر وجود الله يقول لك الله ما فيه فهذا كما قال الله عز وجل موجود الكهرباء أو التيار الكهربائي ما دليل على كذا لذلك يا جماعة عدم رؤية الله مثلا أنت ما شايفه ليس هذا دليل على عدم وجوده ده ما دليل على عدم وجوده لذلك يا جماعة وجود الله عز وجل هذه فطرة في نفس كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى له آيات وله دلالات يدل على أنه موجود وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ربنا سبحانه وتعالى موجود هذا أقر به البشرية حتى فرعون عليه لعنة الله ما أنكر وجود الله عز وجل قالنا ربكم الأعلى لكن ما قال الله ما فيه لذلك قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى عارف أنه الله فيه إبليز عليه لعنة الله ما أنكر وجود الله عز وجل لكن في بشر لا فيه في الكرة الأرضية وفيه بلدك دهنة فيه سودانك ده فيه ناتب ينكر وجود الله الاتحادين دير الاتحادين الجفهة الديمقراطية الشيوعين دير ينكر وجود الله عديل بيقول لك الله ما في هذا كفر بالله عز وجل فاتح لهم وسائل الإعلام عندهم أنشطة عندهم الجرائط عندهم مقالات مجلات يكتبوا على شبكة الإنترنت ينكر وجود الله عز وجل يقود الناس إلى الإلحاد عليهم من الله ما يستحقون لذلك الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده ويتضمن الإيمان بربوبيته والإيمان بربوبية الله عز وجل هو أن تؤمن هو أن تفرض الله عز وجل بأفعاله هو جل في علاه من أفعال الله عز وجل كإنزال المطر وإحياء الموتى وإماتة الأشياء وخلق السماوات والأراضين هذه كلها من أفعال الله عز وجل وهذا حتى المشركين اللوائل ما أنكروا هذا الكلام الكفار اللوائل المشركين نسبوا لهب وغير وغير من المشركين الزمان لم يشركوا بالله عز وجل في الربوبية لذلك ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنهم قال وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقْهُرُنَّ اللَّهِ المشركين اللوائل لما تسألهم الخلقكم هنا بيقولوا الله لكن في زمننا في سوداننا عندنا أن يعتقدوا أنه غير الله بيخلك زي البورعي هذا الرجل الضال الموديل البورعي قال غير الله بيخلك عزين قال غير الله بيخلك في كتاب ديوان رياضة الجنة ونورة الجنة قال غير الله يخلق ويدعي الملغي من دون الله عز وجل الناب خطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل ينده غير الله سبحانه وتعالى فعنده شرك حتى في الربوبية وفي غيره من المراجع والمصادر للطرق الصوفية بيحكي عن كرامة من الكرامات قال واحد من الأولياء قال ملكت الأرض أربعون سنة قال فما ظلت نملة من جحرها أربعين سنة قال ماسك الكرة الأرضية ما في نملة ظلت من جحرة كلام مكتوبة شباب ديوان ذكروا ليكم منا نمازي كفريات موجودة لا يعلم بها إلا الله عز وجل لذلك الإيمان بربوبية الله عز وجل أن تفرض الله في أفعاله هو البد الجنة الله ما بتع الرزيقات دك بد الولد بوقي الدهب بثلاثة وقي الدهب والبد بوقيتين دهب ربنا سبحانه وتعالى يقول لله ما في السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يرزق من يشاء يحبوا يخلق من يشاء يحبوا لمن يشاء إناثا ويحبوا لمن يشاء الذكور أو يزويتهم ذكران وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيمة ده الله عز وجل يهب هبوا بدون مقابل ده يقول لك تجيب ثلاثة وقي الدهب يددك جنة ولد تجيب وقيتين دهب يددك شنو يددك بد يقول لك واحد تلقي الزوج سنة سنتين ما جابوا ليه مولود يشيل المرأة يسوق المرأة وديها للفكير يقول ليه خدتها مع أم الفقرة بيجاي يعني المبروك خدتها مع أم الفقرة تجيب بعد شهرين ثلاثة شهور تجيب تلقى شاحنة تلقى حاملة عديل بعد تسعة شهور تلقى الجنة ضانه زي أغضان الشيخ والله ده خلال موجودة جماعة والركاني خير ودليل الركاني ده من ضمن الناس الفعل هذه الفعلة مشكلة كانت مدورة في جريدة الدار ما يعلم بها إلا الله اتكتر هذا الموضوع اتكتر كده بس برضو كان في نفس القضية فهذه التوفاة توحيد الربوبية جماعة يتضمن إنك تفرض الله عز وجل بأفعال هو ربنا البد الجنة ربنا البنزل المطر ربنا البد الرزق ربنا الذي يفعل كل هذه الأشياء لذلك يا جماعة والإيمان أيضا بالإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بألوهية الله عز وجل والإيمان بألوهية الله هو أن تفرض الله عز وجل بأفعالك أنت ومن أفعالك أنت الأفعال البتعمل أنت تقرم لله عز وجل كالصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقات وغيرها من العبادات التي تفعلها أنت وكالذبح والنذر والتوكل والخشوع والخشية والرغبة والرهبة هذه كلها أفعال تفعلها أنت ونفعلها نحن تقرب لله عز وجل لذلك تفرض الله بإفراد الله بأفعالك أنت هذا يسمى بتوحيد الألوهية وأيضا الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وتنفي عنه ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تجبيه ولا تمثيل ليشتك مثله شيء وهو السميع البصير لذلك ربنا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الإيمان بالله عز وجل توحيد الله عز وجل إفراده بالعبادة قال ولم يلبسوا هذا التوحيد بشرك الظلم المقصود في هذه الآية جماعة هو الشرك بالله عز وجل ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم وتوحيدهم بشرك قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الصحابة لهم سمعوا هذه الآية تقول عليهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام حزنوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أينا لم يظلم نفسه أينا لم يظلم نفسه هم تأولوا هذه الآية بالظلم ظلم الإنسان لنفسه كالضرب أخذ حقو غنات وكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه وإذ قال الأغمان لابنه يا بنيا وهو يعظه يا بنيا لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم ده الأغمان يقول لولده لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم هذا كلام الحكماء وكلام الأنبياء لأبنائهم وده سنت الأنبياء يا جماعة حتى الشفع الصغار كان من هذه النبي عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء إنه يردع الشفع ديال يفطمم بتبحيد الله عز وجل ده يقول لولده يا بنيا لا تشرك بالله أسف واحد فينا بيقول لوردة في البيت يا ولدي ما تشرك بها الله يا ولدي ما تنادي البرع من دون الله ما تنادي المكاشفي ما تنادي صايم ديمة ما تنادي بشراء ما تنادي الفقر من دون الله ما تتوكل على الحجبات ولا على التمائم في كلام زيداء يا ابني لا تشرك بالله والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه رضي فالنبي عليه الصلاة والسلام على حمار قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أي لا يعذب من لا يشرك به شيئا وأيضا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام احفظ الله يا فذك احفظ الله تجد وتجاهك إذا سألت فاسأل الله ما أقل له لو سألت أسألني أنا مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظيم مكانته ما أقل له إذا سألت فاسألني أنا كان ممكن يقول له كده لكن لا قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاس تعب الله وكانوا كلهم غلما صغار لا أبد الأطفال من صغار ترابهم على العقيدة وعلى التوحيد ماد ربي لأني أخاف منك مش فهو ربي أخاف من الله لو خاف من الله ثاني بعد دو يمشي قدام نصر الله سبحانه وتعالى يجعلني وياكم من قال فيه واسع العباد الذين يستمعون القول يتبعون حسنا أولئك الذين هضاهم الله وأولئكم أولو الألباب ونقدم الشيخ هو بكر